موسيقى لله من آياته هذا القمر أضل أعرابي الطريق ليلا فلما طلع القمر اهتدى فرفع إليه رأسه عاليا متشكرا شاكرا فقال له والله ما أدري ما أقول لك وما أقول فيك أقول رفعك الله فقد رفعك أم أقول نورك الله فقد نورك أم أقول حسنك الله فقد حسنك أم أقول عمرك الله فقد عمرك ولكني أقول جعلني الله فداك فما زلنا أعزائي الطلبة مع الحضور الجميل للقمر في حلقتنا هذه ومع حضوركم الأجمل فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة والجزء الثاني من درس مناجات القمر أسئلة للتأمل والتفكر وهي أشبه ما يكون بمحاور هذا اللقاء ما مفهوم الخاطرة؟ كيف أعمل الكاتب خياله للتعبير عن عواطفه وأفكاره؟ كيف أغنى الكاتب نصه لغويا بألفاظه ودلالاته وأسلوبه وصوره؟ كيف نطور قدراتنا اللغوية في الكتابة والتأمل والتوظيف الجميل للغة بكتابة خاطرة؟ مفهوم الخاطرة أعزائي الطلبة ما بين اللغة وما بين الإصطلاح لغة هي ما يخطر في النفس من معنى أو فكرة أو رأي أو ميل واصطلاحاً الخاطرة هي فن من فنون الأدب شاع بين الأدباء والصحفيين وهي حالة ذهنية عارضة تتأثر فيها نفس الكاتب بخاطر ما من أمور الحياة فيعبر عنها بصورة ذاتية يعكس فيها عواطفه متبعاً أسلوباً يكثف فيه المعنى ويغني فيه الخيال والصور الجاذبة وهذا ما فعله المنفلوطي وأحمد أمين الخصائص والأهمية ما يميز الخاطرة أعزائي الطلبة التعبير المحكم والألفاظ الموحية والتصوير الدقيق والتركيز المكثف وهذا يحتاج من الكاتب أن يتحلى بسعة الخيال والذكاء والمعجم اللغوي الخصب ودقة الملاحظة وأهميتها أنها تلفت نظر القار إلى الأشياء الصغيرة في الحياة والتي لها دلالات كبيرة كما تذكي مهارة التأمل وأعمال الخيال نعود إلى النص مجدداً تجربة وألم أيها القمر الحبيب كان لي حبيب يملأ نفسي نوراً وقلبي لذة وحبوراً وطالما كنت أناجيه ويناجيني بين سمعك وبصرك وقد فرق الدهر بيني وبينه فهل لك أن تحدثني عنه وتكشف لي عن مكان وجوده فربما كان ينظر إليك نظري ويناجيك مناجاتي ويرجوك رجائي وهانذا يخيل إلي أني أرى صورته في مرآتك وكأني أراه يبكي من أجلي كما أبكي من أجله فأزداد شوقاً إليه وحزناً عليه فابق في مكانك طويلاً تطل وقفتنا ويدم اجتماعنا شرح الفقرة أسر المنفلوط إلى القمر بقصة حبه إذن أسر المنفلوط إلى القمر بقصة حبه وأشهده عليها وطلب منه أن يهديه إلى مكان حبيبه وأن تظل مرآته وسيلة لنقل مشاعر الشوق لرؤيته والحزن على فراقه وطلب منه أن يبقى في مكانه ليطول اللقاء بالحبيب الذي يتخيل حضوره من خلال هذا القمر الفرق ما بين السرور والحبور أن الحبور هو النعمة الحسنة وفسر قوله تعالى في سورة الروم في روضة يحبرون أي نعمون وإنما سمي السرور حبوراً لأنه يرافق هذه النعمة يملأ نفسي نوراً شبه الكاتب النفس بالمكان الذي ينيره القمر دلالة على الشعور بالسعادة والفرح شرح الفقرة استخدم المنفلوطي القمر وسيلة اتصال مباشرة مع الحبيب كيف كان يتم ذلك؟ كان يتخيل صورة حبيبه في مرآة القمر يناجيه ويرجوه حزيناً على الفراق كما يناجيه هو ويرجوه ويبكيه فهما يشتركان في النظر إلى القمر فكلاهما ينظر إلى شيء واحد كيف يربط القمر بين الشمس والأرض رباطاً تستمر به الحياة؟ يستمد القمر نوره من الشمس ليضيء به الأرض ليلاً فكأنه يربط أساس الحياة بين الشمس وما بين الأرض عودة إلى النص وعنوانها مغرب ورحيل مغرب أي غروب ورحيل للقمر وهذا أثر في نفسيتي الكاتب كثيراً أيها القمر المنير ما لي أراك تنحدر قليلاً قليلاً إلى مغربك كأنك تريد أن تفارقني وما لي أرى نورك الصاطع قد أخذ في الانقباض شيئاً فشيئاً قف قليلاً لا تغب عني لا تفارقني لا تتركني وحيداً فإني لا أعرف غيرك ولا آنس بمخلوق سواك آه إن لقد طلع الفجر ففارقني مؤنسي وارتحل عني صديقي فمتى تنقضي وحشة النهار ويقبل إلي أنص الظلام الانقباض يعني الاختفاء والانتهاء قليلاً قليلاً شيئاً فشيئاً هنا يدل على التدرج فمتى تنقضي وحشة النهار ويقبل إلي أنص الظلام في هذا السياق مقابلة جميلة جمعت أكثر من ضد في نفس السياق تنقضي تقبل وحشة أنص النهار الظلام وهنا الاستفهام أعزائي خرج إلى معنى هو معنى التمني لماذا يأنس المنفلوط بالليل وظلامه ويشعر بالوحشة في النهار وضيائه على عكس عادة الناس غالباً لأنه يعاني من الوحدة رغم عيشه بين الناس ويجد في القمر صديقاً يناجيه ويحدثه بهمومه وأسراره ودليل ذلك في النص عبارته التي قال فيها فإني لا أعرف غيرك ولا آنس بمخلوق سواك التشبيه بالقمر يبقى القمر عنوان الجمال فإذا امتدح شخص يقولون يا وجه القمر ويا قمر الليلة البدر ويا شبيه القمر وقال ابن الرومي في وصف خباز وتشبيه الرغيف بالقمر هذه الأبيات الجميلة ما أنس لا أنس خبازاً مررت به يدح الرقاقة وشكاً لمح بالبصر ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء ترمي فيه بالحجر خصائص أسلوبية امتاز بها المنفلوط في كتاباته المبالغة في إراد الصفات إيثار الجمل القصيرة حسن الصياغة وجمال التعبير الاعتماد على الألفاظ الفصيحة وهنا أعزائي الطلبة لكم لعبة للتقويم يمكنكم الدخول من خلال الرابط أو الـ QR للإجابة عن مجموعة من الأسئلة تقرروا مدى الفهم العميق الذي خرجتم به من هذا الدرس بعد شرحه المهمة التعليمية التي نقدمها لكم وقفت أمام شجرة زيتون معمرة فثار قلمك واندفعت للكتابة فاكتب هذه الخاطرة مستعينا بأسلوب المنفلوطي في كتابته إلهنا أعزائي الطلبة ينتهي لقاؤنا الجميل بكم طبطم وطابت أوقاتكم وشكرا لكم على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة